باستقالة رئيس عبد العزيز بوتفليقة قبل انتهاء ولايته الرئاسية تطرح تساؤلات حول مصير منصب رئيس الجمهورية الذي أثبت المجلس الدستوري شغوره النهائي أو ما يسميه البعض بمرحلة ما بعد بوتفليقة دستوريا في ذل مطالب بالتغيير الجذري والاستغناء عن الوجوه السياسية القديمة التي تخولها المادة 102 من الدستور تولي رئاسة الدولة هذا معناها أننا سنذهب نحو الاستغناء لا المادة 102 ولا المادة 7 ولا المادة 8 سيكون العمل خارج الدستور معناها أنه نحتكم لمن نحتكم لدعاة المرحلة الانتقالية واللي مكنش فيها خارط الطريق واحدة بل فيها أوراق طريق عديدة ولذلك عندها قلوب بأننا ندخل مرحلة أخرى لتجعل من الجزائر بؤرة توطر بكل موضوعية لماذا؟ لأنه كيميل فتك فيها الاختلاف فيها أكثر من الاتفاق تشير المادة 102 من الدستور أنه في حال إثبات شغور رئاسة مجلس الأمة أو حصول المانع تخول رئاسة الدولة إلى رئيس المجلس الدستوري فهل يكون ذلك بشكل تلقائي ومباشر؟ أم بعد تعذر انتخاب رئيس جديد لمجلس الأمة؟ في حال تعذر ذلك هنا مضطرون أننا نعمل بقاعدة اللجوء إلى رئيس المجلس الدستوري كرئيسي للدولة عندما يكلف من طرف البرلمان المجتمع بغرفته خلاص يعود الدستور هو ليتبق لذلك لازم تكون قبل إعلان تكليف رئيس المجلس الأمة انتخاب رئيس جديد لمجلس الأمة تحدده المادتين الخامسة والسادسة من القانون الداخلي للمجلس ولن يحدث ذلك بعد اشتماع البرلمان بغرفته لإثبات حالة شغور نهائي في القانون داخلي لمجلس الأمة يمكن أن رئيس المجلس الأمة يستقل ولا يكون في حالة منع ولا يكون في حالة وفاة لذلك ينشغور منصب رئيس المجلس الأمة نفي هذه الحالة يمكن في فترة هذه اليامات يقدر يغيره حالة من الترقب تخيم على الساحة السياسية حول الالتزام بتطبيق مواد الدستور وسط التمسك بمطلب التغيير الجذري